التخطيط الاستراتيجي هو أسلوب منظم تقوم به المنظمة لتحديد القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة لبقائها وحيويتها عن المدى الطويل وتكون هذه القضايا بمثابة الأساس لكل الخطط إن التخطيط الاستراتيجي عبارة عن شكل من أشكال التخطيط يتم تصميمه بهدف مساعدة المنظمات على الاستجابة بشكل جيد للطروف المتغيرة فهو قهد منظم لتوقيه القرارات والموارسات التي تشكل اتجاه وطبيعة أنشطات المنظمة خصائص التخطيط الاستراتيجي أول خاصية مستقبلية القرارات التي يتخذها يحدد التخطيط الاستراتيجي مواطن القوة والضعف التي ينطوي عليها المستقبل بل بهدف إيجاد أساس يمكن للمؤسسة أن تستند إليه خلال عملية صنع القرارات الحالية والتي تستهدف الإفادة من الفرص المتاحة وتبتعد عن المخاطر الخاصية الثانية التكامل في عملية التخطيط فالتخطيط الاستراتيجي عبارة عن عملية تبدأ بصيغة الأهداف العامة والغايات ثم الاستراتيجيات ثم السياسات ثم الخطاط التفصيلية المؤددة إلى تنفيذ الاستراتيجية الخاصية الثالثة النظرة الفلسفية لعبارة التخطيط حيث يمثل التخطيط الاستراتيج اتجاها وأسلوبا للحياة يركز على الدراسة والتنبؤ بالمستقبل وعدم استنادها فقط على مجموعة الإجراءات والأساليب كما يركز على استمرارية عملية التخطيط الخاصية الرابعة التخطيط كبناء يسعد تخطيط الاستراتيجي إلى محاولة الربط بين أربعة أنواع وهي الخطط الاستراتيجية والبرامج متوسطة المدى والميزانيات قصيرة المدى والخطط الإجرائية من أكل تكامل بصورة قرارات حالية خامس خاصية هي الملاءمة بين البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة حيث يعمل التخطيط الاستراتيجي على الملاءمة بين نتائج تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة من خلال تحديد الفرص والتحديات وبين إمكانيات البيئة الداخلية لهذه المؤسسة من خلال تحديد عناصر الضعف والقوة وهذه العملية من شان المساعدة المؤسسة التعليمية في الاستفادة من نواحي القوة وثلاث نقاط الضعف والإفادة من الفرص المتاحة والحد من المخاطر للوصول إلى نتائج أفضل أهمية التخطيط لمدير المدرسة إن من أسس مقاح المدرسة أن تعد خطط واضحة تساعد على بلغ أهدافها لذا فإن هناك أهمية بالغة لقيام مدير المدرسة بعملية التخطيط وتبرز تلك الأهمية من خلال الاسترات بعض فوائد عمليات التخطيط ومنها ترتيب المهام يساعد التخطيط مدير المدرسة في ترتيب المهام والأعمال حسب أولوية أهميتها استغلال الطاقات والموارد يمكن التخطيط مدير المدرسة باستغلال جميع الطاقات البشرية والمادية بصورة جيدة التخطيط يقدم فرصة المشاركة في تحديد الأهداف رابع أهمية السير في العمل الأسبوعي والشهري والفصلي والسنوي يمكن التخطيط مدير المدرسة من السير في عمله اليومي والأسبوعي والشهري والفصلي والسنوي بانتظام ثقة لأنه يضع في حسبانه كل ما يمكن أن يساعده في النجاح وتجاوز الصعوبة التي قد تعترضه آخر أهمية يمكن مدير المدرسة من تقويم عمله وتحديد مدى نقاحه في تحقيق الأهداف المرسومة بناء الخطة المدرسية بناء الخطة المدرسية مر بعدة مراحل الأول مرحلة من مراحل بناء الخطة هي مرحلة ما قابل وضع الخطة ويتم فيها تحديد حاجات جميع الأطراف وتحديد الإمكانيات المادية والخبرات البشرية المطلوبة لتنفيذ الخطة كما يتم مراجعة المناحق وأساليب التقويم والأنشطة اللاصفية وآخر نقطة في مرحلة ما قابل الخطة تتم مراجعة نتائج الخطة السنوية السابقة للاستفادة من عناصر القوى فيها وتقنب قوانب الضعف أو الصعبات المعقاة التي اعترضت الخطة السابقة ثانيا مرحلة وضع الخطة وفيها وضع سلم أولويات مقابلة الحاجات الإمكانية المتوفرة تحديد مجالات العمل أو الأنشطة ترجمة الحاجات إلى أهداف محددة تحديد عناصر الخطة اختيار الأنشطة التي تحقيق الأهداف تحديد الزمن الذي استغرقه النشاط تحديد المستفيدين المستهدفين بالخطة تحديد أساليب التقويم النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الخطة في هذه المرحلة يتم تقويم شامل لجميع ما جاء في الخطة من الأهداف وصولا إلى أساليب وأدوات التقويم تقويم الخطة المدرسية وهناك عن تفصل لهذه النقطة في الكتاب المقرر صعد 186 بناء الخطة الطلبة المعلمون البناء المدرسة والمسائل التعليمية الإشراف الفني إذن تقويم لكل هذه العناصر للخطة والبناءها والطلبة والمعلمين والبناء المدرسي والبسائل التعليمية والإشراف الفني آخر النقطة هي مقترحات بناء الخطة المدرسية سنتحرض لهذه المقترحات بنوع من السرعة أن يكون التخطيط مبنيا على حاجة حقيقية إذن لا يمكن أن نضع خطة إذا كانت لدينا حاجة حقيقية تم دراستها بشكل علمي بشكل منهج وصحيح ثاني مقترح أن يكون التخطيط التربوي مرنان بحيث أنه يمكن يعاني التحويل إلى أساليب وأدوات وطرائق أخرى أن يدرك مع عدة الخطة أن الخطة ليست خطة طوى إنما هي خطة المؤسسة وبالتالي ينبغي أن يضع خطة للآخرين وتتحقق من خلال الآخرين وتحقق أهداف الآخرين أيضا أن تأخذ الخطة بنظر الاعتبار الأولوية ينبغي أن تكون الأولوية هي الأشياء التي يتم تحديدها أولا وإذا كانت هناك حاجات كثيرة جدا يتم ترتيبها وفقا لدرجة الإلحاب ودرجة الأولوية أن يوجد تخطيط قصير ومتوسط وطويل المدى وهو تقسيم للأهداف أو المدى الزمني الذي تتحقق فيه الأهداف ألا يكون هناك تضارب بين الخطة الطويلة وقصيرة المدى ويفترض أن الخطة الإجرائية هي تحقق أهداف متوسطة المدى والخطة متوسطة المدى تحقق الخطة طويلة المدى وبالتالي في نساق وإتساق بين الثلاثة المكونات للمدى الزمني تحقيق هذه الأهداف أن يفكر واضع الخطة بالكلفة الاقتصادية يعني مسألة القانبار اقتصاد مهم جدا عند وضع الخطة يجب التنبيه إلى أن الخطط التربية تختلف من المدرسة الأخرى ومن سنة الأخرى وإن بغي أن يوحد مثل هذا المتغير بنظر الاعتبار فأي خطة ناقحة في العام السابق لا يعني بضرورة أنها تنقح في العام الحالي على سبيل المثال أن يكون التقويم مستمرا إلى آخر هذه المقترحات